تبع وزير الإسكان عاصم الجزار موقف تنفيذ المشروعات السكنية وكذلك مشروعات الطرق والمرافق بمدينة العبور الجديدة وأكد الجزار أن مدينة العبور الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تتمتع بموقع متميز وتضم عددا كبيرا من الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين حيث تتواصل أعمال التنفيذ للانتهاء من 180 عمارة بالحي السالس عشر وأيضا نموذج لتسعين متر للوحدة بالحي السادس عشر بالمدينة هذا وتتواصل الأعمال بالطريق الرابط لمنطقة 2600 فدان بالطريق الدائري الأوسطية في إطار الخطة المتكاملة الجري تنفيذها لربط مدينة العبور الجديدة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية المحيطة بها